السلام عليكم هذا اول درس نكتب فيه الاكواد في لغة داعت في البداية نحتاج الى المين فاكشن او الدالة الرئيسية موضوع الدوار سنشرحه بشكل مستقل فيما بعد لكن الان كل ما عليك تفهمه بانه نكتب مين ونفتح اقواس ونفتح اقواس بهذا الشكل وكل المحتويات تقريبا هي ستكتب بهذا المكان يعني ما بين اقواس الخاصة بالمين فاكشن اوكي وظيفة هذه المين فاكشن انه هي الدالة الرئيسية او المكان الرئيسي التي يبدأ عندها تنفيذ البرنامج او تنفيذ هذا الكود بمعنى انه انت عندما لا تضع المين فاكشن فالبرنامج او الكمبيلر ما يفهم منك من اين يبدأ تنفيذ الكود اوكي فبالتالي بعدما وضعت المين فاكشن من هذا السطر يبدأ تنفيذ الكود الان نبدأ بكتابة الاكواب اول امر هو امر الاخراج وامر الاخراج في لغة دارت يتمثل بالدالة print مجرد انه نكتب كلمة print طبعا اكيد البرنامج يساعدني في كتابة الاكواب فهذه هي كلمة print اوكي اضغط enter هو يكمل الكلمة وما بين الاقواس نكتب اي جملة نريد ان نعمل لها print او نريد ان نعمل لها طباعة يعني على سيء مثال لو اريد انه اطبع ناص فيجب انه استخدم علامة تنصيص فعلى سيء مثال علامة تنصيص المزدوجة او double quotation ومن ثم اطبع الكلمة اللي اريدها على سيء مثال كلمة high وفي نهاية كل جملة في دارت يجب انه تنتهي بالسيمي كولون او الفارزة المنقوطة ففي النهاية يجب انه اضع السيمي كولون بهذا الشكل الان بما انه اعطاني علامة صح بهذا المكان يعني الكود حاليا ما فيه اي مشاكل مجرد انه اضغط رام شوف يعني اطبع لي كلمة high اوكي اذا نبرنت لكلمة high يعني اطبع كلمة high فبالتالي في شاشة المخرجات اطبع لي كلمة high بالحقيقة القاعدة الاولى اي ناص يجب ان يوضع ما بين علامة تنصيص بما انه هذه كلمة high هي عبارة عن ناص بمعنى انه اريد اطبع كما هو فيجب انه اضعها بين علامة تنصيص لكن هذه علامة تنصيص سواء كان علامة تنصيص مزدوجة او علامة تنصيص مفردة او حتى علامة تنصيص ثلاثية فهذا الشيء ما يفرق يعني عايزة يمثال بهذا المكان لو اكتب high كذلك بهذا المكان اكتب high بهذا الشكل اضغط رام من جديد نشوف بانه بكل الاحوال طبع لي high فسواء استخدمت single code او double code او حتى triple code فبالتالي كل واحدة من هذه الثلاثة هي الصحيحة لكن ما فائدة هذه التنوية ما بين استخدام ممكن single code ممكن double code ممكن trouble انه احيانا تحتاج الى انه تطبع نص طويل بمعنى انهم بهذا المكان بدل كلمة high لو اكتب مثلا hello ومثلا انزل سطر وفي هذا المكان اكتب كلمة word على سبيل مثال هذه كلمة word اريد ان احيطها بعلامة تنصيص مزدوجة بهذا الشكل فالان يقبلها مني اضغط رام من جديد نشوف بانه هو hello وword اذا هذه التربل كوتيشن او علامة تنصيص الثلاثية تفيدني بانه يطبع النص كما هو وحتى لو كان نص طويل بمعنى انه نص موجود في عدة اسطر فممكن انه يطبع كما هو من دون اي مشاكل كذلك مثلا لو اريد اطبع رقم معين يعني اسمي مثال ثلاثة بهذه الصورة اضغط رام شوف بانه يطبع لي ثلاثة لو اطبع مثلا ثلاثة زائد خمسة مثلا اضغط رام يطبع لي ثمانية اكيد ما عنده مشكلة لكن يجب انه نفرق ما بين هذه الحالتين الحالة الاولى انه اضع ثلاثة زائد خمسة من دون علامة تنصيص الحالة الثانية بانه اضع ثلاثة زائد خمسة مع علامة تنصيص الان لو اضغط رام ونشوف النتائج اوكي اذا في الحالة الاولى ثلاثة زائد خمسة اعطاني ثمانية بان في الحالة الثانية ثلاثة زائد خمسة اعطاني ثلاثة زائد خمسة اذا الحالة الاولى عندما تكتب اي قيمة من دون علامة تنصيص فهذا يعني انه انت تريد هذه القيمة يعني انت تريد قيمة ثلاثة زائد خمسة لكن بما أنه وضعتها بين علامة التنصيص فهذا يعني أنه أنت تريد تطبعها كما هي بغض النظر عن القيمة فهذا هو الفرق ما بين الاثين